الخرطوم لا زيادة في تعرفة المياه والإمداد سيستمر خلال الصيف تعهد وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم خالد محمد خير باستمرار الإمداد المائي بالولاية خلال فصل الصيف وقال إن تكلفة المياه لا تغطي تكلفة التشغيل مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أي اتجاه لزيادة تعرفة المياه في الوقت الحال وأكد خالد أن وزارته لم تجري دراسة لزيادة التعرفة مشيرا إلى أن زيادة التعرفة يجيزها المجلس التشريعي بعد تقديم أسباب مقنعة من الوزارة وشدد خالد على أن قيمة الفاتورة الثابتة تشجع على إهدار المياه في المناطق السكنية مشيرا إلى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء وجهات أخرى لدعم مشاريع المياه رغم حديث خالد محمد خير عن عدم وجود زيادة في تعرفة المياه لأن الأهل يشتكون من زيادات غير معلنة في بعض المناطق في تعرفة المياه تحديدا وظهرت في الفاتورة الأخيرة ما بين النفي وما بين الواقع الذي يعيشه المواطن لماذا خرج خالد محمد خير بهذا التصريح؟ والله أنا أخشي أنه أن يكون تصريح المدير الحالي لهيئة مياه القرطوم خالد محمد خير هو نفس الحجة السابقة التي دفع بها مسؤولون سابقون في هيئة المياه وكانت هناك أيضا أنا أذكر تماما أنه تغريبا منتصف العام السابق 2018 كانت هناك زيادات غير معلنة زيادات غموتي لحي العمارات والشقك السكنية في الخرطوم كانت زيادة واضحة جدا بما يفوق المئة في المئة وظهرت هذه الزيادة في الفاتورة فاتورة المشتركة فاتورة الكهرباء والمياه ظهرت بوضوح جدا وعندما سئل المسؤولون في هيئة المياه قالوا لا هذه ليست زيادة وإنما هذه عملية تصحيح للأوضاع القديمة وأخشى أن يكون نفي السيد خالد محمد خير هو ذات النفي السابق ليست هناك زيادات جديدة وربما الحجة هي أن ما يحدث هو مسألة عملية تصحيح للأوضاع القديمة ونطبق الحافر على الحافر هذا الحادث الذي استشهدت به وهذا الذي يقوله الآن مدير هيئة المياه وما يشتكي منه المواطنون المواطنون يشتكون من زيادة فعلية واقعة عليهم بدليل المبلغ الذي يريد في الفاتورة بينما هيئة المياه تم في الزيادة وستكون الرد أعتقد أن الرد سيكون هذه ليست زيادة وإنما هي عملية تصحيح للأوضاع القديمة الغريب في هذا الأمر أيضا خالد محمد خير نفى الزيادة وفي ذات التقرير أورد بأن أو شدد خالد على أن قيمة الفاتورة الثابتة تشجع على إهدار المياه في المناطق السكنية كيف ينفي الرجل يتزيادة ويبرر زيادات كانت قد أقرت في فترات سابقة بتبريراتها بمديرها السابق وواضح جدا أن هذا التعبير أصبح اسم الدلع للزيادة يبدعوا للزيادة اسم دلع جديد لكن هو في مسألة الترشيد كان الحديث يدور عن عدادات جديدة لها إمكانية العمل على ترشيد المياه وليس مجرد رفع الفاتورة أو خفضها يعني كان الحديث عن عدادات بمواصفات محددة التي تعمل على ذلك المشكلة يعني الحديث عن أنه فاتورة المياه لم تعد غير محتملة بالنسبة لهيئة المياه باعتبار أنه يعني الفاتورة بالنسبة لهم يعني تحتاج إلى مضاعفة مئة في المياه هذا الحديث تواتر منذ سنوات في الوراء وعلى لسان كثير جدا من المسؤولين في هيئة المياه أنه هناك لا مجال سوى لمقابلة هذه تكلفة التشغيل لا مجال سوى زيادة فاتورة المياه إلى مئة في المئة أو ربما أكثر هذا واضح جدا وهم يشتقون من ارتفاع كلفة التشغيل وهناك عجز كبير جدا بين ما يتحقق من عوائد لهيئة المياه وما يصرف على التشغيل يتحدثون عن فجوة كبيرة جدا في هذا الاتجاه وأنه لا مجال لإمداد مياه مستقر سوى أن يتم رفع الفاتورة بنسبة مئة في المئة على الأقل هذا حديث متواتر وربما يقر به حتى خالد محمد خير نفسه حتى خالد يقول بأن الزيادات هي مقرة منذ فترة طويلة وهم لم يفعلوا شيئا سوى إنفاذ هذه الزيادات قد ينظر إلي أحد أشخاص بأن هناك تضارف صحيح صحيح الزيادات مقرة وقد كان سبقا عرضت على المجلس التشريعي لولاية الخرطوم وأجازها شريطة أن يكون هناك إمداد كافي وإمداد مستقر للمياه هذه حجة المجلس التشريعي عند إجازته لهذه الزيادة هي فعلا الزيادة مجاذة ولكن أن يمفي أن يقول أن هناك زيادة قديمة وليست هناك زيادة هنا مربط التناقض حقيقة وبشكل واضح من المواطنين ومن واقع الفاتورة تتضح هذه الزيادة بشكل واضح جدا لا مراءة فيه وليست هناك أي طريقة للدخمس أو اللولوة فعليه أن يعترب أن هناك زيادة أقرت وتم تنفيذها الموضوع ليس مسألة زيادة قديمة الزيادة القديمة كانت في كما ذكرت لك في القطاع التجاري أو الصناعي والتجاري والشققة السكنية وحية العمارات وهذه طبقت منذ منتصف العام السابق هذه كانت واضحة جدا أما الأحياء السكنية الأخرى التي يشتكي منها المواطنين هذه زيادة جديدة يعني وليست قديمة اللهم إلا أن يكون المبرر هو هي ليست عملية زيادة جديدة وإنما هي مسألة تصحيح للأوضاع القديمة نفس السيناريو القديم طيب لكن في الطرف الثاني أستاذ حيدر مع مراعاة أيضا أو وجوب الوضوح في نقل أمر الزيادات أو في أي شيء خصى المواطن ألا يحق لإدارة المياه الشكوى من ضعف المداخيل خصوصا أن هناك خطة توسعية يجب أن تنتهجها إدارة المياه أو المؤسسات المعنية بأمر المياه في ولاية الخرطوم وكذلك الشكوى من هدر المياه ألا تعتقد أن هناك منطقية من حيث أن هذه الجهة تحتاج إلى مداخيل للتوسع في مشروعاتها من أين تأتي بالأمر؟ يا أخي هذه المسألة في هذا الظرف يعني مسألة غريبة جدا هذا الظرف الاقتصاد الضاغط الذي يشكو فيه الناس من أساسيات المعيشة للكاد لا يستطيعون الحصول على ما يقيم الأود والمعلوم أن الماء شيء أساسي جدا وحيوي جدا في حياة الناس فكيف في مثل هذه الظروف يتم الحديث عن زيادات في فاتورة المياه؟ أعتقد أن الظرف الآن غير مواتي تماما للحديث عن هذه الزيادة التي تلقي بعض إضافة على المواطن الذي أصلا يعاني الكثير جدا من مسألة الغلاء غلاء الأزعار والضغوط الكبير جدا الواقع عليه في معيشته اليومية فأعتقد أنه حديث غير موفق في هذا الظرف بالذات ترجمة نانسي قنقر